بمناسبة شهر رمضان الكريم قامت مؤسسة حياة كريمة بتوزيع الألاف من صناديق المواد الغذائية بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة تواصل الخير شارك عدد تبير من متطوع المبادرة في توصيل تلك الصناديق إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمركز التل الكبير في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة وبمناسبة شهر رمضان الكريم تم توزيع الألاف من صناديق المواد الغذائية بمحافظة الإسماعيلية ضمن مبادرة وصل الخير حيث شارك عدد كبير من متطوع المبادرة في توصيل تلك الصناديق إلى المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية بمركز التل الكبير نحن النهاردة في مبادرة وصل الخير في مركز التل الكبير ربنا أقدرنا النهاردة ووزعنا عدد كبير جدا من الكاراتين على أهلين المستحقين الحمد لله نزلنا أكثر من خمس قرى على مستوى التل الكبير وصلنا كل الكاراتين لأهلين المستحقين كل ده بجهد متطوعين المنتشرين في مركز التل الكبير من خلالهم قدرنا نوصل لكل المستحقين في مركز التل الكبير وتهدف مبادرة وصل الخير إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق غير المخططة في الحضر معتمدة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئات وتحسين ظروفهم المعيشية نحن موجودين اليوم في الوزع كارتين للأسر الأكثر احتياجاً وسط أهلنا متطوعين موجودين معنا نشكر حياة كريمة لإتاحة الفرصة لنا كمتطوعين أن نساعد أهلنا في مركز مدين التالي الكبير ونقدم لهم مساعدات كارتين ومواد غزائية في حلول شهر رمضان وتسعى مؤسسة حياة كريمة منذ انطلاقها في أكتوبر 2019 إلى تحقيق التنمية الكاملة في ريف مصر وتحقيق حلم الجمهورية الجديدة وبناء الإنسان ضمن جهود الدولة لإحداث نقلة نوعية في الريف المصري الذي عانى إنعدام المقاومات الأساسية لعقود طويلة